بسم الله في الفيديو ده حاول اجاوب على سؤال بيحير كتير من الطلبة خصوصا للدخلين سنة ربعة اللي هو هل تخصص محاسبة ولا تخصص ادارة اعمال طبعا ها فيه تخصصات تانية زي الاقتصاد بيبقى في جامعة المنوفية من سنة تانية وزي الرياضة والتأمين بيبقى برضو من سنة ربعة بس مش متداول اول اكتر حاجة متداولة هي المحاسبة وادارة الاعمال ام ماينفعش اقولك مين احسن من مين مبدئيا ماينفعش اقولك مثلا هل دكتور العيون احسن ولا دكتور الاسنان هو ده تخصص وده تخصص تاني فاحنا في الفيديو ده نحاول نجاوب على شوات اسئلة كده من اجابتك على الاسئلة دي انت اللي هتقول المحاسبة احسن ولا ادارة الاعمال طيب خلنين نبتدي مبدئيا هنشوف في الفيديو ده ايه المواد اللي هندرسها في سنة ربعة سواء ترمي الاول او التاني في المحاسبة وفي ادارة الاعمال ايه الوظيف اللي ممكن اشتغلها في كل تخصص ايه المهارات المطلوبة منك عشان اشتغل الوظيف دي والكورسات المطلوبة منك مع شهادتك كلية طيب خلنين نبتدي الاول المواد اللي هتترسها في التيرم الاول لو انت تخصص محاسبة انا بكلم عن جامعة المنوفية لو انت تخصص محاسبة فانت هتدرس شايف المادة الاولى اسمها امراجع متقدمة اللي هي المادة التانية اسمها الادارة المالية نظم تكاليف اقتصاديات تنمية وتخطيط نظم معلومات ادارية وبحوث اعمليات في المحاسبة هالنحية التانية نشوف ادارة العمال فيها ادارة بورصات وادارة مالية وتخطيط من رابط انتاج وهكذا طيب تعال نشوف بسرعة كده المتشابه شايف رقم اتنين ادارة مالية دي حاجة مشتركة في القسمين اه اسف التخصصين كمان رقم اربعة اقتصاديات التنمية والتخطيط وكمان رقم خمسة نظم معلومات الادارية يبقى فيه تلات مواد هيبقوا مشتركين بين التخصصين دول اه في المحاسبة بقى طبعا هيركز اكتر معك على المحاسبة شايف رقم واحد بسا الادت رقم تلاتة نظم التكاليف ورقم ستة بحوث العماليات في المحاسبة طبعا العكس في الادارة هيركز معك اكتر على المواد الادارية طيب ده بالنسبة للترم الاول الترم التاني هيبقى فيه نفس القصة برضو فيه مواد مشتركة زي رقم تلاتة تخطيط الاستراتيجي رقم اربعة اللي هي قضية اقتصادية معصرة ورقم ستة اللي هي دراسات الجدو نفس الكلام برضو في المحاسبة هيبقى تركيزك اكتر على المحاسبة عن التلات مواد البقين محاسبات لكن في ادارة الاعمال التلات مواد البقين ادارة اعمال طيب فيه مفهوم كده عند الناس ان ادارة اعمال دراساتها اسهل من المحاسبة هو جماعة يعني بصرف النظر هو سهل ولا صعب انا بس عايز انا اجهك لنقطة ان هي سنة وهتعدي انت ما تفكرش في السنة دي هتبقى سهلة ولا صعبة انا عايزك تفكر ايه اللي هيحصل بعد السنة دي يعني لو انت اتخرجت مثلا تخصص محاسبة او انت قلت ده تخصص ادارة اعمال ده سهل وهجي فيه امتياز فهتخصص ادارة الاعمال طيب ايه بقى اللي بعد التخصص ده يعني انت بعد اما خلص سنة ربع ادارة اعمال هتعمل ايه فانا مش عايزك تفكر ان هي ده يعني السهل وايه الصعب انا عايزك تفكر بعد كده هيحصل ايه طيب فمسلا هنيجي نشوف النقطة التانية بتاع الوظائف المتاحة لو انت تخصص محاسبة فانت عندك انواع كتير او من المحاسبات ممكن تبقى محاسب مالي محاسب دغائب محاسب اداري قانوني تكاليف اوديتر مراجح حسابات او تشتغل في بنك كل ده ينفع لو انت تخصص محاسبة ولو انت تخصص ادارة اعمال ممكن تشتغل في الستراتيجيك بلانينج اللي هو التخطيط الستراتيجي او الماركتينج او الاتش ار او الادارة المالية او البي ار العلاقات العامة والاعلان او المشتريات دي طبعا مش كل حاجة ده دي الحاجات الشائعة طيب ايه المهارات بقى يعني انا اعتقد ان الصفحة اللي قدامك دي هي اهم حاجة يعني انت هل هتختار ادارة ولا هتختار محاسبة لو انت شايف نفسك ان انت بتحب الارقام قوي وبتتحب التعامل مع الالات مع الكمبيوتر اكتر من التعامل مع الناس يبقى انت كده هتخش محاسبة شغل المحاسبة مش هتلاقي اكتر تعامل مع الناس بالعكس انت هتبقى اكتر من التعامل مع برامج محاسبية بتدخل ارقام بتطلع قوائم مالية العكس خالص طبعا بالنسبة لإدارة اعمال هيبقى تعاملك مع الافراد اكتر كتير من الارقام والقالت فانت لو بطبيعتك بتحب الارقام وبتحب الرياضة بتحب المحاسبة بتحب تشتغل على الكمبيوتر تخصص محاسبة لو العكس انت بتحب التعامل مع الناس بتحب تتكلم معاهم بتحب تقنعهم تسوق لهم منتجات تخش ادارة اعمال طيب دي اول نقطة النقطة التانية ان انت يبقى عندك مهارات حسابية تقدر تحسب بسرعة او تستخدم القالة للحاسبة كويس وفي نفس الوقت عندك مستوى عالي من التركيز والتنظيم لان المحاسبة الغلطة فيها بتكلفك كتير فانت لو مش مركز ومش عندك تنظيم في دمارك ومش بتاعف تحسب يبقى لاش تخش المحاسبة انت تخش ادارة اعمال لو انت شايف انت عندك تقدر تتواصل مع الناس تقدر تعمل لهم تحفيز تقنعهم عندك قيادة تقدر تبيعه وتشتري عندك مهارات تفاوض مهارات تسويق لو انت عندك المهارات اللي هي اللي فيها التعامل بينك وبين الناس دي يبقى خش ادارة اعمال طيب في تخصص محاسبة مش محتاجين مستوى لغة عالي يعني مستوى اللغة المتوسط اللي هو التعليم العادي بتاعنا كلنا لكن في التخصص ادارة الاعمال محتاج مستوى لغة اعلى شوي يعني محتاج ان انت تكون واخد كورسز في ادارة الاعمال او انت حابب للغة بحيث هتستخدمها كتير او في تخصص ادارة العمل طيب انت مش شايف بقى انت يعني انا مش شايف مثلا انا مش بحب الارقام ولا الالات ولا بتحب اتعامل مع الناس انا في رأيي بقى لو انت انت مش عارف انت ايه بقى انت احسبها بدرجاتك يعني لو انت في اولة و تانية و تالتة تأديرات المحاسبة عندك كويسة خلاص كامل محاسبة والعكس لو ادارة الاعمال عندك النتائج بتاعتها كويسة كامل في ادارة اعمال خلاص لو انت مش عارف من خلال الصفحة دي تشوف انت مين في دول طيب بعد ما تاخد الكلية بعد ما تاخد التخصص بتاعك ده لو انت محاسبة مثلا ايه المطلوب منك الكورسز اللي تاخدها جنب شايفة الكلية طبعا شايفة الكلية كلنا معترفين ان انت لما تخرج من كلية التجارة جامعة المنفية او اي جامعة سواء كنت تجارع عربي او انجليزي انت فيه زيك كتير خلاص فانت كل ما تاخد كورس بعد الكلية كل ما انت بتتصفى اكتر عن زميلك فمثلا IC3 ده بديل للICDL ده حاجة مبدئية يعني تاخدها سواء كنت في ادارة اعمال او تخصص محاسبة Microsoft Excel مهم جدا او لو هتاخد بقى الكورس على بعضه Microsoft Office Specialist لازم تاخد ERP ERP ده اللي هو يا اما تاخد اراكل او هما الاتنين زي بعض تاخد واحد فيهم مش الاتنين بعد كده انا عملهم لك بالترتيب انت المفروض تمشي على الترتيب ده اخي حاجة بقى تشوف شهادة عالمية تاخدها دي اتفرق معك بقى جامد جدا اي شهادة من دول طبعا هي مكلفة شوية ومحتاجة مجهود لو انت في ادارة الاعمال اه قاسف قبل ما سيب المحاسبة الشهادات دي مكلفة لفي الاخر دي طيب خلينا في تخصص ادارة الاعمال برضو مطلوب منك IC3 او MOS حاجة مبدئية وبعد كده تاخد ديبلوما في الميجر بتاعك في التخصص بتاعك احنا في جامعة المنوفية مش عندنا تخصصات في جامعات تانية يقولك انت ادارة اعمال قسم تسويق او ادارة اعمال قسم HR او ادارة اعمال قسم بلانينج او ادارة اعمال قسم مشتريات لكن انت في جامعة المنوفية بما ان هو القسم اسمه ادارة اعمال بس فانت بعد ما تتخرك انت بتشوف بقى انت عايز تمشي في انهي مجال في دول هل في التسويق ولا في البرانينج ولا الحاجة دي وبتاخد ديبلوما وغالبا يعني بتبقى في الجامعة الامريكية لو خلصت ديبلوما دي بتخش على حاجة اسمه Master of Business Administration ده ماجستير في ادارة الاعمال وده بيكون برضو في التخصص اللي انت اخدته في الديبلوما دي بس اخر حاجة عايز اقولها ان في تخصص ادارة الاعمال الكورس بتاعته اغلى كتير عن محاسبة ففي نقطة تانية عايزك تاخدها في حزبانك لو انت اتخصص ادارة الاعمال هتدفع انت فلوس كتير اكتر مش كتير اكتر كتير شوية عن بتاعة محاسبة خلاص بتاعة محاسبة مش هيدفعوا نفس التكلفة دي بس انا كده قلت كل اللي عندي لو في عندك اي استفسار تاني او اي تعليق اكتب لي في الكومنت